السلام عليكم إخواني سندخل في الموضوع مباشرة جميع صناع المحتوى في العالم توصلوا برسالة في جيميل الخاص بهم تخبرهم بأن جوجل أدسلس سوف تقوم بفرض ضرائب على أرباحهم ويتوجب عليهم من استمار ضريبية حتى تتمكن جوجل من تحديد النسبة التي سوف يتم اقتطاعها لهم وفي فيديو سابق قمت بتوضيح هذه النقطة وبأن هذه الاقتطاعات خاصة فقط بالأرباح المستخلصة من المشاهدة القادمة من أمريكا إذن يجب عليك أخي مشاهدة هذا الفيديو ومن هذه الاستمارة كما سوف أريك لأنه في حالة تجهلت هذه الاستمارة فسوف تعرض كل أرباحك إلى اقتطاعات كبيرة تصل إلى 24% وعلى جميع الأرباح حتى لو كانت من بلدان أخرى إذن على بركة الله شاهدوا معي الطريقة أولا نقوم بالدخول إلى حسابنا في جوجل أدسلس ثم بعدها نذهب إلى الدفعات ثم نقوم بالدخول إلى إدارة المعلومات الضريبية بعدها هنا سوف نقوم بالنزول إلى إضافة المعلومات الضريبية وهنا سوف نقوم بملء هذه المعلومات هنا نوع الحساب فرضي بطبيعة الحال ثم التالي ثم هنا هل أنت مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة؟ بالطبع لا وإن كنت تقيم في أمريكا فقوم باختيار نعم إذن التالي ثم هنا نختار نوع النموذج الضريبي نختار الأول لأنه خاص بالأفراد ثم نقوم بفتح النموذج لإتمام هذه المعلومات ثم هنا نقوم باختيار البلد الذي نتواجد فيه أو نحمل جنسيته وأهم النقطة لدينا هنا هي رقم التعريف الضريبي فهناك مجموعة من الدول حول العالم تقوم بشراكة مع أمريكا في ما يتعلق بالضرائب فبالنسبة لهذه الدول على ما أظن فهناك المغرب مصر وتونس الجزائر لا أدري لكن سوف أضع لكم ملف في وصف هذا الفيديو قوموا بالدخول إليه ثم شاهدوا هل بلدكم يعني يقوم بشراكة مع أمريكا أم لا إذن في حالتنا نحن في المغرب فالمغرب لديه شراكة مع أمريكا إذن نقوم بإدخال رقم البطاقة الوطنية الخاص بنا هو الذي سوف يعفينا من هذه الضرائب نقوم بإدخاله هنا ثم نتجاهل الخانة الثانية ونضغط على الزر التالي وبعدها هنا نقوم بتتمة ملء البيانات فهنا البلد المغرب ثم نقوم بوضع العنوان انتبه أخي يجب على العنوان أن يتطابق مع العنوان الموجود في البطاقة الوطنية الخاصة بك ثم الرمز البريدي كذلك وهنا تختار المدينة ثم بعدها نقوم بالضغط على هذه الأيقونة التي تعني بأن العنوان البريدي مطابق العنوان لأيقامة الدائم ثم التالي ثم هنا هل تريد المطالبة بنسبة اقتطاعات أقل بموجب معاهدة ضريبية ثم نقوم بالضغط على نعم ثم أضغط على هذه الأيقونة مقيم في بلد يطلب الاستفادة من مزايا المعاهدة ثم نختار هنا البلد المغرب مثلا ثم هنا نقوم بملء هذه البيانات الأخرى ودائما حاولوا أن تقرأوا هذه الأسطر هنا نضغط على هذه الأيقونة ثم بعدها هنا نختار المادة والفقرة المادة السابعة الفقرة الأولى وهنا 0% معدل اقتطاعات ضريبية ثم كذلك نقوم بالقراءة بتمع ونضغط على هذه الأيقونة كذلك ثم نقوم بالضغط كذلك على هذه الأيقونة ونختار كذلك المادة 12 الفقرة الأولى ثم 10% كذلك ثم هنا كذلك نقوم بالضغط على الأيقونة وعلى هذه الأيقونة الأخيرة كذلك ثم نختار المادة 12 الفقرة الأولى ثم 10% كذلك ثم التالي وننتظر قليلا ثم هنا تظهر لنا الاستمارة بأنه فعلا تم قبول النموذج الذي قمنا بملئه إذن مبروك علينا وحض سعيد لكم أيضا إن شاء الله في قبول هذا النموذج إذن كان هذا هو شرحنا البسيط لدس اليوم إن كانت هدية أول زيارة لك أخي أختي للقناة فلا تنسى دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول وأدمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر